السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم رح نأخذ موضوع جديد وهو الصفات اللي تنتهي بفول والظروف اللي تنتهي بفولي يعني نضيف للفول فتصبح فولي كم نوع من الصفات عندنا؟ أخذنا صفات تنتهي بإيدي واحد وأخذنا صفات تنتهي بإيدي اثنين وعدنا هسا صفات اللي هي بفول ثلاثة وعدنا صفات من دون أي إضافة فعندي أربع أنواع من الصفات احنا نعرف بكل زين انه صفات متجمع ورح نكتبها هسا بالملحوبات خليكم ويايا ورح نبدي بالشرح مالكنا دائما احنا عدنا شعار وهو شعار العائلة اللي هو never give up الاستسلام قلنا إن شاء الله من استسلم دائما احنا نقولها للنهاية رح نيجي هسا صفات تنتهي بفول خليها قاعدة ثابتة كل فول نهاية الكلمة هي صفة نوع جيد هناك أنواع كثيرة من الصفات أليف عندنا صفات تنتهي بي ايدي با اخرى تنتهي با اي ان جي وهذا الموضوع المحاضرة السابقة جيم وصفات لا يضاف لها مثل جيد ما يضاف لها بعد الاخري وعدنا دال اللي هو موضوع اليوم صفات اللي هي تكون فول مضاف لها شنو فول زيلا شنو بعد بهاي الملحوظات ويايا احنا متبقين أليف الصفات لا تجمع صفات شبيهة لا تجمع عدى صفة اللون بس اللون ينجمع ليش بس اللون اللون لان اللون صفة ثانوية با تأتي بعد الفعل الرئيسي موقعه بعد الفعل منه الرئيسي مين هي الصفات تصفه الموصوف تصف لي الموصوف هاي بالنسبة لمن الصفات ثاني خطوة تصف الموصوف ثالث خطوة موقعها بعد الفعل الرئيسي زيلا اني اريد احول الصفة الى ظروف اريد احول الصفة الى شنو الى ظروف ملحوظة تقول عند تحويل الصفات الى ظروف ورح ناخذ مخطط عند تحويل الصفات الى ظروف نضيف في نهايتها شنضيف نضيف الواي زيلا كل الصفات نضيف الى الواي لا الصفات اساسا هي تبقى نفسها ما رح نبدي نشتغل على اساسة عند تحويل الصفات الى ظروف شنضيف لها الواي زيلا مثلا عندي بيوتي هذا اس الصفة مالتة بيوتفول بغاوع الظروف مالتة بيوتفولي بيوتفولي اوكي عيني زيلا بيوتفولي هذا شنو نهايته الواي هس عرفنا نجي على الظروف الظروف رح ناخذ ملحوظاته الظروف شوف اليف متحرك يعني شو متحرك اما بداية اما وسط اما نهاية منه الجملة انا من اقول لك وسط بعد اا العفو قبل الفعل الرئيسي قبل من قبل الفعل الرئيسي هذا من هوين الظروف زيلا با الظروف يصف الفعل الفعل يا فعل يوصف لي الفعل الرئيسي زيلا من هي الافعال الرئيسية اللي احنا عندنا باوع اي انجي دليل كنتينيواز مستمر ايدي او شاد ماضا بسيط اس يا اس اس الشخص الثالث مزين شنو عندي عندي الفعل المجرد واخر شي التصريف الثالث كم فعل خمسة هذا الظروف يوصف هاي الافعال ما يوصف الافعال اللي هي تكون مساعدة مثل ايش مثل الاز الوالز الديت الاخري اذا اني ما يوصف هن يوصف لي هاي الخمسة فش نسوي اسا احنا نمسحن الاذا اللي حتى هتكتبيني نجي هسا الظروف المن يوصف يوصف الفعل الرئيسي اي ان جي ايدي شاد اس شخص الثالث مجرد والتصريف الثالث يعني من يجيك الموضوع اختيارات تبع لها الملحوظة من يجي الموضوع اختيارات بين الصفة والظرف بين الصفة شنو والظرف اذا اكو بالجملة احد الافعال الرئيسية نختار اللي بيها الواي اما اذا ماكو نختار الصفة مرات تكون بفل مرات تكون شنو بدون الفل يعني صفة عادية اذا ايو زين وضحت الفكرة خلينا اخذ مثال ونباوع مثلا يجيت انا قلت هي از اه تحقاوس كارفول كارفولي درايفر 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 انا شنو ساق خلني نحلل الجملة مالتنا اللي هي فاعل اس فعل مساعد لان وحده محل محل الرئيسي واي حاجية منتج الاس ام ار وازو وير واحدها بالجملة اصلها مساعد بس تحل محل الرئيسي ان واحدها بالجملة درايفر هنا انا درايفر هنا ايجاني ناون يعني شنو جاني جاني اسم زين اكو بالجملة اي ان جي لا اي دي شاد لا تا ثلاثة تصفيف ثالث لا اس الشخص الثالث لا المجرد لا اذا انا ما اختار الكيرفولي انا اختار الكيرفول جملة ثانية ركزوا ايايا هي بي او اه ساري اه ساري اذا كار واز ادريفن كيرفول كيرفولي دا القوس خلني جي نحل اذا كار الفاعل واز فاعل مساعد ادريفن تا ثلاثة تصريف الثالث زيان انش اختار شوية نرجع بالملفوضة ما لاثنين يقول اذا اكو بالجملة احد الافعال الرئيسية اذا اني اذا اكو احد الافعال الرئيسية من اذا اني اختار اللي بيها شنو اعواي اجاباوي بيها اي بيها تصريب ثالث اذا اني راح اختار ال كيرفولي ش راح اختار الكيرفولي ليش لاني هناني يقول the car was driven كيرفولي السيارة تم سياقتها بحضار احنان جتي مبني مجهول جملة ثانية جتي وزاري شو ش راح يقول هنا ناخد غيرلون يقول we can all live together اختار قوس safe safely safe او شنو او safely شوي انتبه لي حلل الجملة كان فعل مساعد هذي اللي بفعل ميم جيم را دال شبي مجرد اذا موجود احد الافعال الرئيسية الخمسة ااني ومغمض اختار شنو اختار السيفلي هاي الجملة صفحة 17 من يا كتاب من كتاب الملون هاي قطعة هاي شنو قطعة ما الواجبات ضاوط الشرطة يعني من القطعة ما يجيبونا شنو يجيبونا قواعد هسه نرجع شوي انواع كثيرة من الصفات الصفات لا تجمع تأتي بعد الفعل الرئيسي تصف الموثوف باو عليه شنو قدنا احنا هنا باو الصفات شبيهة ايه ما تجمع زين تأتي بعد الفعل الرئيسي قلنا ازلين واحدة بتجملة يعامل معاملته الرئيسي وجكتي بعده وتصف منه وتصف الموثوف هذا الدرايبر منه نفسه الهي اما الظروفة موقعها متحرك ايش وين انتبه لي انا اقدر اقول كيرفولي اجيبها بالبداية بحذر واخلي فارزة the car was driven السيارة شنو تمت سياقتها او اقدر نفسه هنا شنو اقول سيفلي بسلام we can all live together يمكن ان عايش سويا كلش طبيعي جملة لخ اجيب السيفلي وانا وديها اخليها هنا شنقول we can all all safely live بسلام نعيش تقدر سويا كلش طبيعي هستعرفت فلثلاثة اماكن المن للظروف الظروف قلنا متحرك يوصف الفعل يا فعل باوع يوصف الفعل الرئيسي زين هسه اريد نسوي مخطط شنو هذا المخطط انا رحكت بهنانا في في اختصار اختصار لي verb فعل زين وهنا رح اكتب ان ان اختصار المن ناون verb ناون اسم اشوي يركز دي مثلا انطيك فعل اقول لك سنيزة شون سنيزة يعتص اصير اسم اي نعم اصير عطاس زين شاقول اقول سنيزة صار شنو عندي عطاس فعله تريت يعالج اقدر اسوي اسم نعم اصير تريتمنت معالجة او علاج زين اني سويت هسه سويت الفعل شنو سويت الفعل اسم زين اقدر اسوي الاسم فعل اي راجع عن نفسه ارجع سنيز زينك اسوي اسنيز ورجع تريتمنت اسويه شنو اتريت زين كل الافعال اسماء وكل الاسماء افعال خلي نجرب هاي الامثلة ونشوف اذا انطيتك از شنو اسمها لا يوجد اكم اسم المجموعة وبي همشتقى منها ذاك فعل البي مو اسم زين اذا انطيتك اراك العراق سويها اسم ما تصير اذا مو كل الافعال اسماء ولا كل الاسماء افعال وضحت الفكرة عيني رح نمشي شوية اقدر انا اسوي الاسم صفة يعني اختصار اجكتيب اقدر نعم اشلون اضيفة بنهايتها فول مثلا عندي قبل شوية اخذناها بيوتفول كيرفول عندي بيس السلام ارده سويها صفة شاقول بيسفول عندي باور او قوة شو صير باور فول وهكذا احنا اجتبقنا كل فول نهاية الكلمة شنو هي صفة اذا انا اقدر شنو اخلي الاسم يصير صفة باضيفة شنو بنهايته فول اذا الصفة تحتاج موصوف اللي هو من هو الاسم شو اتفقنا على الصفات لا تجمع بعد بعد الفعل الرئيسي موقعها اوكي بعد وتصف الموصوف زين شبك عندك على الجبوري ويايا اقدر اسوي الصفة الظروف اختصار اي وهنا هتكون ادفيرب اقدر اسوي الصفة الظروف نعم اضيف في نهاية الكلمة مثلا فيسفول شو صير اصير فيسفولي عندي باور فاور فولي الا اكيد فاجد اضيف انا في نهايته اجد اضيف دا ضيف الواي زين انا عرفت الصفة المن توصف الموصوف زين الظروف قبل شويش قلنا المن يوصف باور الظروف راح يوصف لي الفعل يا فعل يصف الظروف يصف هم ارجع اكتبها قلو شوي اكتبته وسأكد عليه يصف الظروف الفعل من هو الرئيسي اللي هو اللي اخدناه اي ان جي اي دي شال تا ثلاثة اس الشخص الثالث والمجرد لا بقس نكمل بامثلة نجي نجي هي جاءت للمدرسة بسرعة ازين انت اش راح تختار لي هنانا هي كامز باور هناشينو عندك كامز شما خل الفعل اس الشخص الثالث اذا هنانا عندك فعل شنو رئيسي شنو بي اس يا اس الشخص الثالث ااني رئيس انا اختار اللي بيها شنو الواي ليش اختار الظروف ليان الظروف دي اصف للفعل ما دي اصف لي هي دي اصف لي ما جيها شون جاتي بسرعة جملة لغ مثلا اه ادنا هي از رايتنج سلو سلولي هو يكتب شنو بقى از مساعد رايتنج فشنو رئيسي هو شون يكتب سلولا سلولي سلولي ببط اذا انا دا اصف شنو دا اصف الفعل ليش لانا هي هي الكتابة تكون البطيئة ما دا اصف شخصا وضحت الفكرة يعني المخطط يقول اي ان جي اي دي شات شو جد لحيت بيها اه اس الشخص الثالث المجرد والتصريف الثالث لها علاقة بمن في الواي انا اختار الظرف هذاني الخمسة ماكو انا اختار شنو اختار الصفة خلوحن كتاب النشاط شوف هاي ملحوظات اللي كتبناها قبل شوية يقول لك هنانا write four more four adjectives يعني اكتب اربع صفات تنتهي فول هاي طبعا هتكون عليك هاي طبعا الجملتين وزاري شوف اهنانا شناطيني ناطيني beautiful شن بيها الواي ليش لان ماكو احد الافعال الرئيسية الخمسة اذا هنا شنو اذا هنا صفة لان انا اصف الصورة the picture زين شو عربيتها اسم مش يجيو ورادة اسم و the picture هو اسم the story was written شناطيك انا تصريف الثالث اذا فعلينا شنو رئيسي انا اختار شنو اللي هي تكون بالbeautiful بعض الbeautiful هو المكانة قبل الفعل الرئيسي فهو يكون من الاماكن المتحركة زين هسا اريدك تحل هاي الجمله وتحلين هاي الجمله شوية انتبهولي مثلا مثلا درايبز باري فاست او فاستلي هاي درايبز باري فاست او شنو او فاستلي ما عدي كلمة باللغة الانجليزية ما اسمها فاستلي ماكو يكي كلمة اذا انا هختار شنو فاست ليش؟ عفو فاست هنا يكسر الفطور يعني ومعناها هنا يكسر الصوم متى كان نايم وقعد اكل فهاي الفكرة زيان فاست مرة تيجي سريع نفسه ومرة تيجي اه ضرب بشكل اسرع الى اخري ومرة تيجي فاست يصوم فعل فالفاست شنو من الصفات اللي تكون مكررة بس شوية انتبهلي على هاي الصفات عندي قد صفة شنو الظروف مانته ضروفها مو تيجي سويها بتر هو ميري لها درجة مقارنة ميري درجة مقارنة يريد ضروف زيان شنو عندي الفاست تبقى نفسه تبقى شنو نفسه زيان الى اخري من الصفات زيان الى اجبتلك بعد شو حصير صير باندلي ساد شو حصير الى اخري هذا الموضوع علي درجتين بالوزارة يجين اختيارات اللي هنا تنتهي محاضرات من هذا اليوم اللي هي صفات اللي تنتهي فول او فولي هاي عليها شنو درجتين بالوزارة قلت لك شو تختار الفولي يعني ما الى الواي ما تجيك الافعال الرئيسية خمسة اين جي اي دي شاد تصريف ثالث المجرد واسي شخص ثالث عدا اندني انت تختار الصفة اللي خالية من الى الواي ان شاء الله المحاضرة القادمة رح نشرح الفعل المركب الى هنا تنتهي محاضراتنا يدون تن في رعاية الله وحب الله اشتركوا في القناة